ملخص كتاب أدرس بذكاء وليس بجهد للمؤلف كيفنبول هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب يتناول الكتاب بعضا من نقاط القوى التي يمتلكها الإنسان وليستخدم منها إلا القليل ومنها الآتي أيقذ العبقرية الكامنة بداخلك تعلم كيف تتعلم ضاعف من سعة ذاكرتك نشط بطارية عقلك المعرفة هي عين الرغبة ويمكن أن تصبح الربان المرشدة للروح تحلى بالثقة بالنفس والشجاعة يجب عليك الاستمرار في تعلم أشياء جديدة كل ما تحتاجه هو الأدوات والوسائل لتشغيل المحرك بقدر من الفعالية والكفاءة أعلى مما هو عليه الآن تذكر كلمات توماس آديس إذا صعب عليك المضي قدما في أمر ما إن العديد من الفشدين في هذا العالم هم هؤلاء الأشخاص الذين لم يدركوا مدى قربهم من النجاح لحظة استسلامهم للفشل العبقرية لا تزيد كثيرا عن القدرة على إدراك الأشياء بطريقة غير مألوفة ويليام جيمس يتناول الكتاب فكرة إن الإنسان يمكنه تعلم أي شيء أنت شخص عبقرية يجب عليك إخراج العبقرية بداخلك فأنت تمتلك القدرة على تعلم وتحقيق نتائج دراسية على مستوى العباقرة تظهر الأبحاث أن قضاء العديد من الساعات بلا نشاط أمام تلفزيون يقلل بالفعل من نسبة الذكاء صدق أو لا تصدق أنت بالفعل متعلم كفء بشكل لا يمكنك تصديقه فاكتساب اللغة والمشي يعتبران من أكثر الأنشطة المعاقدة التي يقوم بها الإنسان ما يعتد به ليس عدد الساعات التي تقضيها في العمل أو الاستذكار ولكن ما يهم هو ما حصلته في تلك الساعات يوجد دوما تكلفة ومخاطر لكل خطة عمل ولكن تلك التكلفة والمخاطر أقل بكثير من المجال الواسع لتكلفة ومخاطر البقاء في رحلة بدون عمل جون آف كانيدي عند الرجل العبقري تكون أخطأه اختيارية وتعتبر هي البوابات والمداخل التي يعبرها في سبيله للاكتشاف جيمش جويس على المدى الطويل كل ما يمكنك إصابته هو الهدف الذي وضعته لنفسك مسبقا ولذلك بالرغم من أنه من المحتمل إخفاقك في أول الأمر فمن الأفضل لك أن تنصب أمامك هدفا أعلى وأسمى هنري ديفيد ثورو يمكن لعقلك أن يستمر في التعليم من لحظة مولدك وحتى نهاية عمرك ماريان دياموند يتناول الكتاب إمكانيات عقلك المذهلة ونسبة ذكائك المذهجة يوجد ثلاث أشكال للتعلم وهي الرؤية السمع والفعل تعتبر القراءة بالنسبة للعقل مثل التمرينات بالنسبة للجسد حيث إنها مفيدة ومنشطة للعقل للحفاظ على قدراته المرينة أوجيست سهور يعرض الكتاب سبعة أنواع للذكاء ومنها أولا الذكاء اللغوي ثانيا الذكاء الحسابي المنطقي ثالثا الذكاء الموسيقى رابعا الذكاء المرئي المكانية خامسا الذكاء البدني سادسا ذكاء التواصل مع الآخرين سابعا ذكاء التواصل مع الذات كن لطيفا مع الناس في طريقك للصعود لأنك ستقابلهم في طريقك للهبوط ويرسون ميزنر حياة لم نختبرها بعد أي حياة لا تستحق أن تعيشها سقراط العقل يشبه المظلة فهو يعمل فقط حينما يكون مفتوحا يعرج الكاتب إلى أهم جزء من أجزاء عملية التعلم ألا وهي إن إعداد نفسك هو أهم جزء من عملية التعلم الصور الإيجابية عن الذات ويكمن ذلك في إرسال رسائل إيجابية لنفسك ومنها يمكنني تعلم أي شيء إن عقلي قوي للغاية سأكون على تمس عدد وثقة بالنفس لأي امتحان أنا متعلم قوي لا يوجد شيء أعجز عن تعلمه وتفوق فيها أنا مسترخ ويقذ ومستعد لتعلم لدي مؤهلات وقدرات حتى أكون عبخريا مع التدريب سأصبح دائما أفضل ينتقل الكتاب إلى شيق آخر ألا وهو الذاكرة الذاكرة هي تاريخ مسجل في عقولنا الذاكرة هي الرسام ترسم صورا من الماضي وصورا لليوم الجدة موسيس كما هي متسعة تلك الذاكرة التي تحتوي على الحب أليكساندر باب إنما هو أفضل من أن تتوجى كمالك بتاج من ذهب أو أن تتحلى بذاكرة آمنة تحفظ فيها ذكريات حبك تجدون رابط شراء الكتاب بمربع الوصف أسفل الفيديو اشتري الكتاب ليصلك إلى منزلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر